اشتركوا في القناة اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء الحلقة رقم 97 مساء الخير على كل طلبنا الأعزاء مساء الخير على كل مدرسي الكيمياء على مستوى الجمهوري اللي هيطلقونا واللي احنا مستنيين ملاحظتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنوه من الكمال الحلقة بتاعتنا النهاردة هتبقى تحت انوان الكيميا العضوية وتحديداً الكحولات والفيونولات اوكي وهيكون في دياختنا في الحلقة أسدتنا للفضل اللي نقوم بتعرفهم خاليا هيكون معنا الأستاذة صفاء أحمد بسأل خير يا فنديم بسأل نور الحمد لله وهيكون معنا أيضاً في الحلقة مستر هاني الزهار بسأل خير يا فنديم ويكون معنا أيضاً في الحلقة مستر محمد صابر بسأل خير يا مستر بسأل نور الحمد لله تمام ان شاء الله حلقة موفقة وتمنياتي بمشاهدة ممتعة بالنسبة للطلبة اللي بيتابعنا دلوقتي وهنستأذن المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا الصفحة رقم واحد ونبدأ مع الأستاذة صفاء أحمد فضلي هن كل ولادي طلب السنوية العامة أولا كل سنوية طيبين وبنسبة عيد الفطر المبارك إن شاء الله النهاردة الحلقة بنتكلم فيها عن مشتقات الهايدروكربونات وبنتكلم طبعا تحديدا عن الكحولات والفينولات هنبتجي بأول سؤال ودايما دايما نقول للطالب دايما نركز على رأس السؤال لأن أكيد رأس السؤال بيحتوي هنا على جزء من الإجابة يدلني عليه الإجابة الصحيحة سؤال رقم واحد مشتق هيدروكربوني أليفاتي حط معايا خط تحت كلمة أليفاتي عند نايترتو يعطي مادة متفجرة إذا انطلع ما قال لي أليفاتي إذا هيكون مركب مفتوح السلسلة المركب اللي عندي اللي هيكون مفتوح السلسلة حنيطره يديني مادة متفجرة أكيد الجولسترول حيديني سلاسي نايترو جولسترول المادة دي مادة متفجرة فعلا وفي نفس الوقت هي بتوسع شرايين القلب أثناء الأزمات القلبية يجي طالب يقول لي طب ما أنا لو عملت نايترة للفينول للطلوين حيديني مادة برضو متفجرة ولكن طبعا الطلوين والفينول مركبات أروماتية إذا إجابة السؤال الصحيحة هيكون رقم ألف الجولسترول سؤال رقم اثنين مجموعة الهايدروكسايل في الكحولات الألفاتية هل هي مجموعة متأينة أم غير متأينة ده بداية كلامنا أكيد هي مجموعة غير متأينة ولذلك أكيد أنا إجابتي حكون رقم به ليه رقم به؟ أولا هي مجموعة غير متأينة زي ما قلنا يبقى ولا اختيار هنا حيكون صحيح غير به تاني حاجة كلمة قبية طبعا بالنسبة لنا وتتفاعل مع ألف الزيت النشطة نتيجة أن زوج إلكترناتر ربطة ما بين الأول إتش في مجموعة الهايدروكسايل يزاح ناحية زرة الأكسوجين الأعلى سالبية فيسهل انفصال أيون الهايدروجين ويحل السوديوم محل هيدروجين مجموعة الهايدروكسايل وينتج عندي مركب أكيد طبعا مركب هنا أيوني إذن الإجابة الصحيحة هكون رقم به نحسن تزوصفاء ننتقل للصفحة رقم 2 مع مستر هاني الزهار كل سنة وكل متابعيننا طيبين وبإذن الله عيد سعيد على الجميع بإذن الله السؤال الثالث الصيغة الجزائية CY H2Y O تمثل الصيغة الجزائية لنقاط علماً بأن Y equal to Y بتساوي تنين هنا يعني زرتين كربون عامةً في ناس كتير مش حافظة الصيغة العامة والصيغة العامة سهل إن انت تجيبها لو ضربت مثال من عندك في المنهج سواء بقلدهيد أو بكيتور أو بكحل أو أي إن كان وعملت له صيغة عامة بس ما تاخدش واحد يعني ممكن تاخد أكتر من مثال وتشوف الصيغة المشتركة بين الاتنين فهتقدر تستنتج صيغة عامة الصيغة عامة اللي موجودة قدامي في السؤال هي صيغة عامة للقلدهيدات والكيتونات يبقى بالتالي الإجابة المفروضة يبقى قلدهيد أو كيتون ولكن هو شرت علي بين القصين علماً بأنه وي بتساوي اتنين أقل لكيتون تلاتة كربون وهو البروبانون أو شهرته الأسي تون فده أقل لكيتون عندي لأنه جاي من أكسادة كحول سانوي وأقل لكحول سانوي في ثلاثة كربون فبالتالي ما فيش كيتون فيه كربونتين يبقى الصيغة دي هتقتصر فقط على الألدهيد وبالتالي الإجابة هتبقى الإجابة ألف ألدهيد فقط تاني السؤال بيتكلم عن تسمية الكحولات يسمى الكحول لدي صيغته أمامي اللي موجودة قدامنا كده على الشاشة صيغته البنائية قدامنا هه هنبدأ نسمي الكحول ده الكحول ده أربعة كربون دي أطول سلسلة إذن بيوت عندي أو إتش موجودة إذن هو اسمه بيوتانول أو إتش موجودة على الكربونة رقم اتنين لو عدت من الينين فهيبقى اسمه اتنين بيوتانول وده اسم الأيوباك بتاعه لكن طبعا أكيد ليه اسم شائع اسمه شائع هو هنا كحول سانوي لأن الكربونة اللي بتحتوي على الأو إتش اللي هي كربونة مجموعة القاربينول مرتبطة بشقين القيل وهيدروجينا فبالتالي الكحول ده كحول سانوي فأقدر أسميه برضو كحول بيوتانول لكن التسمية اللي في رقم به كحول آيزو بيوتانول أنا لا أتطفق معاه لأن المفروض أن الكحول لما يتقال عليه آيزو يبقى الكربونة شائع لشقين القيل المتمثلين والكربونة اللي في المركب هنا شقين القيل اللي فيها مش متمثلين فلا ينطبق عليه كاللفز آيل عشان كده الإجابة دال بدل ما هي جميع ما سبق المفروض أن الإجابة دال هتبقى ألف وجيم معا إجابة صحيحة واحدة تسمية أيوباك والتانية تسمية شائعة أحسنت يا مصرياني ننتقل للصفحة رقم ثلاثة مع مستر محمد صابر فضل مستر أعزائي والطلاب السنوية العامة والأزهارية وبكل المشاهدين يا أهلا بيكو كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة العيد وربنا إن شاء الله يبارك في الأيام ويرفع عنا كل الأمراض والأوباء الموجودة بسم الله الرحمن الرحيم سؤال رقم خمسة بيقول من المخطط التالي اختر الإجابة التي تمثل المركبات زد وبي وواي وإكس مديني المخطط والمخطط ده فيه مركبات وبيحصل فيه تفاعلات فإحنا عايزين نتعرف على المركبات المجهولة في المركب فإحنا عندنا هنا هنبدأ المخطط من فوق من أول الجوليكوز والجوليكوز ده إحنا خدناه في المنهج لما عملنا تحل الماء للسكاروز اللي هو سكر الماء ده واللي هو المركب المتبقي من استخلاص السكر اللي هو كنا بنسميه الملاس المهمة هتطلع معي الجوليكوز هنعمله التخمر والتخمر بيبقى بواسطة إنزيم اسمه الزيميز إنزيم الزيميز لما بتحط على الجوليكوز بيروح ده ما حاوله لكحول إيسيلي وسينوكسيد الكربون كمركب ثانوي يبقى أنا قدرت أتعرف على المركب X النوع كحولي الإيسيلي أو الإيسانول يبقى احنا عندنا في الاخترارات عندنا نقدر نسابق الاختراقا به لأن ده رمز السكاروز إنما احنا من التخمر و جوليكوز بيديني قحولي الإيسيلي هنروح ناحية المركب Y قالي X لما رح لي Y مكتوب على السهم أكساة تم نخلي بالنا إن الإيسانول قحولي أولي بيتأكساة على خطوطين خطوة أولى بيديني ألضهيد والخطوة الثانية بيديني حمضي كاربوكسيلي ولما يبقى الكحول والإيسانول يبقى الأرضيد هيبقى الأسيتالدهايد أو الإثانال والحمد الكاربوكسيلا هيبقى حمد الأسيتيك يبقى إذن في الأكسيد التمى يطلع حمد الأسيتيك ويبقى الاختيار بتاعنا ممكن يكون ألف وممكن جيم لأن في رقم ده الاختيار وي مش مزبوط معنا يبقى إذن معنا حصرت الإجابة بتاعتي في رقم ألف وجيم واحدة واحدة في الأسئلة وإحنا بنجاوب نقدر نتعرف على الإجابة قبل أن نخلص السؤال باعتبار أن نستبعد الاختيارات الخطئة يبقى إحنا معنا هنا يا ألف يا جيم وصلنا أن ي هي حمد الأسيتيك حمد الأسيتيك ده هنحط عليها مادة اسمها بي هيتطلع علي مادة اسمها زد البي ده ممكن يبقى حمد كابريتيك مخفف وممكن يبقى حمد كابريتيك مركز واضح أن نحن هنفعل هو قال لي هنا البي ممكن يبقى حمد كابريتيك مخفف وممكن يبقى حمد كابريتيك مركز بس نلاحظ أن البي ده مادة هتتحط عشان فعل الواي مع الاكس والواي حمض الاسيتيك والاكس اللي هو كحلي الايسيلي لما بيتفعله مع بعض يبدين استر الاستر عشان خاطر التفاعل يمشي في الاتجاه الطردي ويبقى التفاعل تام لازم نحط مادة نزع الماء وأكيد هتبقى حمض الكابريتيك المركز يبقى الاختيار بيها يبقى حمض الكابريتيك مركز وبالتالي الناتج زد اللي هو هيبقى استر اسيتيات الايسيل تبقى اللي جابة الصحيحة معنا هي الاختيار رقم جيم أحسن تبقى سيد محمد ننتقل البيتج رمبر فور مع الأستاذ صفاء سؤال رقم 6 الاسم الصحيح حسب نظام الايوباك لاثنين ايسيل واحد برو بانول طبعا أنا هنا عندي مجموعة الايسيل متصلة بزارة الكربون رقم 2 يبقى لابد أننا هم تجي أننا أفك هنا مجموعة الايسيل لما بفكها بتدفك لهنا لCH2 وCH3 أكيد السلسلة حطول وأنا لما برقم في الكحولات برقم من الطرف الأقرب للأو اتش إذن لو أنا رقمت هرقم هيبقى عندي أربع زرات كربون وليس تلاتة إذن التسميع الصحيحة تبعا لنظام الايوباك هيكون عندي تفرع في زرات الكربون التانية هيكون مجموعة ميسيل وحيكون الأو اتش في زرات الكربون الأولى ومعايا أربع زرات كربون هيبقى بيوت إذن الاختيار الصح هيكون رقم ألف اتنين ميسيل واحد بيوتا نول لأننا في الكحولات بضيف المقطع وولام إذن الاختيار رقم ألف هو الاختيار الصحيح في سؤال 6 سؤال رقم 7 يمكن تحضير المركب إيه من المركب بيه يبقى أنا عيني على المركبات حابوسها لقي إيه ده فيه هنا مجموعة كربوكسايل إذن ده حمد حابوسها على رقم بي ده حلاقيه هاليد ألقيل هاليد ألقيل والهاليد ده كمان هاليد أولي هاليد ألقيل أولي لأن زرات هنا الكربون التي تلي مجموعة الهالوجين أو بنقول زرات الهالوجين بيكون هنا عندها اتنين من الهيدروجين زراتين هيدروجين إذن هنا ده هاليد أولي الهاليد الأولي هعمله عملية تحلل مائي قلوي في وجود الـ NaOH أو الـ KOH حاسب السؤال عندي هنا أكيد في الـ NaOH ثم هبتدي أن أنا أعمل عملية أكسادة طبعا لما بعمل للهاليد عملية هنا تحلل مائي قلوي أكيد هينتج القحول القحول هعمله عملية أكسادة تم أما هيتحول مجموعة الـ OH تتحول لمجموعة كربوكسايل يبقى أنا حولت المجموعة الوظيفية مجموعة الـ OH في الكحولات إلى مجموعة كربوكسايل في الأحوار إذن الاختيار الصحيح لهذا السؤال هيكون الاختيار رقم ألف إضافة الـ NaOH علشان أعمل عملية تحلل مائي قلوي لهاليد الألقيل ثم هضيف برمنجانات البوتاسيوم المحمدة وأعمل بيها عملية الأكسادة التمة لينتج الأكسوجين الزري وحول مجموعة الـ Hydroxyl لمجموعة كربوكسايل الإجابة رقم ألف لسؤال 7 هي الإجابة الصحيحة جميل جداً ننتقل لبيجي نمبر 5 مع مستر هاني الزهار السؤال الثامن الترتيب الصحيح لحصول على حمد البكريك من بنزوات السود دا كان من أهم أسئلة السنان عامة في النظام الأديم كيف تحصل على وكان دا محور سؤال مهم جداً في الالتينية العضوية إن أكتر السؤال بيهتمي بيه الطالب وبيعايز يعرف يحله إزاي كان سؤال كيف تحصل على دلوقتي طبعاً هو مضطر عشان يديننا اختيارات يبقى مضطر يجيلها لنا في صورة ترتيب طب أنا بفكر في الحاجة اللي أنا عايز أحصل عليها ولا اللي عندي التفكير الصحيح من اللي أنا عايز أحصل عليه يعني المفاوضة أبدأ التفكيري من عندي حمد البكريك إلا لو المادة اللي أنا بدأ بيها ملهاش في التفاعل واحد عندي في المرحب فبالتالي ممكن أستنتج أول خطوة هتكون عاملة إزاي بالتالي أنا عندي بنزوات السوديوم والحاجة الوحيدة اللي بعملها عندنا البنزوات السوديوم من أنا بعمله تقطير جاف بحضر منه البنزينة العادر فبالتالي أنا بديتي هتكون تقطير جاف فعشان كده الإجابة يا إم ألف يا إم باء هي الإجابة الصحيحة هنبدأ نفكر أنا عايز أحصل على حمد البكريك حمد البكريك ده سلاسي نايتروفينول طبعا إزاي بوصل البنزين أن يبقى سلاسي نايتروفينول البنزين لازم الأول يتعملها الجنة عشان يبقى كلوروبنزين أو بروموبنزين أي أن كان هالوبنزين وبعد كده بعمل تحلل مائي في وسط قلوي عشان أشيل السي إل أو البي آر ودخل مكانها الأو إتش فنبقى وصلنا للفينول بعد كده آخر خطوة بتبقى خطوة النيطرة علشان يدخل في الوضع أرسو وبارق أو يدخل في الوضع 2 و 4 و 6 بالنسبة للأو إتش وبالتالي نحصل على حمد البكريك من 3 خطوات و 4 هي تقطير جاف أو 4 خطوات تقطير جاف هالجنة ثم تحلل مائي في وسط قلوي ثم آخر خطوة هي النيطرة يبقى بالتالي الإجابة ألف السؤال التاسع كحولة أول كتلته المولية 60 جرام لكل مول فما هو ناتج أكساتو بمحلول ثاني كورومات البوتاسي من محمدة بحمد الكابريتيك المركز السؤال ده عبارة عن مسألة لازم أكون عارف صيغة عامة عشان أسويها بال60 وأقدر أجيب عدد ذرات الكاربون بالتالي الصيغة العامة للكحولات قلنا قبل كده اللي مش حافظ صيغة عامة يقدر يكتب مثال من عنده واستنتجها الصيغة العامة في N H2N زائد 2 و O بالتالي هبدأ أخد أرقامي اللي موجودة عندي في مسألة الكاربون ب12 والإهيدروجين ب1 والأكسجين ب16 يبقى 12N زائد 2N زائد 2 زائد 16 بتاعت الأكسجين كل ده بيساوي 60 معضلر يا ذا هيطلع لإن عندي بيساوي 3 وبالتالي طالما لإن بيساوي 3 يبقى المركب هيبقى سيسري H8O وده حتمال كحولين كحول أولي اسمه 1 بروبانول وكحول سنوي اسمه 2 بروبانول لكن هو حدد لي في بداية السؤال إنه كحول أولي والكحولات الأولية إذا أكسدت بحمد بكبرمنجانات البتاسم المحمدة فيبقى في النهاية أكسادة تامة بنوصل لألضهيد ثم بنوصل للحمد أما لو كان السنوي فكنا نوصل للكيتون يعني لو كان هناك حول السنوي كانت الإجابة تبقى جيم ولكن عندناك حول أولي فالإجابة هتبقى دال C2H5COOH لإنه هعمل أكسادة تامة وهوصل في النهاية للحمد جميل جدا مستر ياني ننتقل لبيت جي نمبر 6 مع مستر محمد صابر خضر لهم عندنا سؤال بيقولي المخطط التالي بيوضح تحول الإسين إلى المركب زد عبر ثلاث تفاعلات بديني تفاعل واحد واثنين وثلاثة وفي مركبات مجهولة في النص كمان فهو بيسألني عن المركبات المجهولة وبيسألني عن اسم التفاعلات طبعا إحنا قلنا كتير قبل كده إن إحنا لازم نعرف التفاعل باسمه ومش لازم نعرف أنه فلان بيتفاعل مع فلان اسم التفاعل نفسه إيه؟ هل تفاعل نازع ماء؟ تفاعل هالجنة؟ تفاعل هالدرجة؟ تفاعل إضافة؟ تفاعل هالجنة بالإضافة؟ ولا هالجنة بالإستدار دي كل أنواع تفاعلات لازم نبقى عارفينها كويس جداً؟ فهنا بيسألني عن اسم المركب ونوع التفاعل فتعالي نبدأ كده واحدة واحدة نقول هو مديني من في الأول خالص؟ قال لي مديني الإسين أو الإسلين طبعاً إحنا عارفين إن الإسلين ده بيتفاعل بالإضافة وطبعاً بتكسر الربطة باي وبنضيف مكانها ربطتين سيجما بيربط مع زراتين مختلفين فهنا بيضيف HBR أو بيفاعل مع الHBR الHBR ممكن نسميه إسمين ممكن نسميه حمض الهايدر بروميك وممكن نسميه غاز بروميدي الهايدروجيني يبقى هنا عندنا حمض هالوجيني الأحماض الهالوجينية لما بتتفاعل مع الألكينات لها حال تاني إما تتفاعل مع الألكينات متماثل إما الألكينات غير متماثل طبعاً عندنا الإسلين هنا متماثل وبالتالي ما يبقاش عندنا لها نتيجة واحدة وبالتالي ما بيغضحش برضو لقاعدة مارك نوكوف فينتج عندنا مركب هيبقى CH3 CH2BR المركب ده ممكن نسميه حسب الأيوباك نسميه بروميسان وده طبعاً عندنا في الاختيارات يبقى فيه إضافة وبعدها بروميسان طبعاً له اسم تاني اللي هو بروميدي القصية تمام يبقى المركب X طلع بروميسان طبعاً هنحط على المركب X NUH طبعاً القلوي هنا بيتحط واضح أن أنا معايا هليد ألكيل وهنحط عليه NUH يبقى هنا عندنا تحلل مائي في وسط قلوي أنا عايز أفكر الطلبة بس بالتحلل المائي في وسط قلوي في المنهج موجود الجملة دي على بعضها في كذا تفاعل عندنا تحلل المائي في وسط قلوي في الهالدات الألكيل يديني كحل طب والهالدات الأريل يديني فينول طب وللإستر يديني ملح الحمض الكاربوكسيلي وكحولي عندنا تحلل المائي في وسط قلوي ثلاث مرات نخلي بالنا منهم أول المهم هنحط NUH فاللي بيحصل أن احنا بندخل UH مكان البي أر وبالتالي يعتبر التفاعل تفاعل استبدال تمام ويكون مين؟ ويكون الكحولي الإسيلي اللي هو الإسانول هنحط على الكحولي الإسيلي في الخطوة ثلاثة حمض الأسيتيك وحمض الأسيتيك مع الكحولي يبقى حمضه كحولي ديني إسطر ومية يبقى التفاعل ثلاثة على طول تفاعل إسطر ونخلي بالنا من التفاعل ده عشان خاطر التفاعل ده من التفاعلات الخاصة بزارة هيدروجين مجموعة الهيدروكسيل في الكحوليات بينما هو خاص بالUH بتاعة الأحماض وكنت اتكلمت قبل كده مع صادقنا الدكتور هاني الزهار وقال للتفاعل ده تفاعل فتوانة بالنسبة للكحول لأن الكحول المفروض أن الحمض ده هو اللي بيبقى مسؤول عن أنه يخرج الإتش ومع ذلك طلع التفاعل ده خاص بإتش الكحول وهو إتش الحمض الكربوكسيلي وبالتالي الكحول خد صفة الحمض في أنه بيخرج مع الإتش مع أنه هو أقل حمضية من الحمض الكربوكسيلي يبقى إذن التفاعل ثلاثة تفاعل أسطرة وبالتالي بيكون مركب إسان وات الإسايل اللي أنتوا عارفين أن اسمه تاني خلات الإسايل أو أسيتات الإسايل يبقى عندنا الاختيار الصحيح اللي اختيار رقم به أحسنت يا مستر محمد قبل ما ننتقل للصفحة اللي بعد كده هنشوف بعض الأسئلة اللي جايلنا على واتساب من بعض الطلبة اللي بتشاهدنا دلوقتي في عندي سؤال هنشوفه كده الإجابة بتاعتهم مع الأستاذ صفاء السؤال بيقول لي ما ناتج أكسدة الإسين بكي إم إن وفور في وسط قلوي ثم الناتج في وسط حملي أولا أنا لما أعمل عملية أكسدة للإسين إذن أنا بعمل تفاعل باير تفاعل باير اللي هو ينتج منه الإسين جيلايكل تفاعل باير عبارة عن إن أنا الإسين بضيف عليه المية مع الأكسوجين الزري الناتج من برميجانات البوتاسيوم أو بنقول فوق أكسيد الهايدروجين حينتج الإسين جيلايكل كحل سنائي الهايدروكسايل الإسين جيلايكل لو أنا عملت له تفاعل أكسدة ببرميجانات البوتاسيوم هل هو حيتأكسد؟ طبعا حيتأكسد ليه حيتأكسد؟ لو أنا كده بسط على الصيغة ليه الإسين جيلايكل حلقيه إيه؟ CH2OH CH عندي 2OH وطبعا عندي هنا بنقول إن هو يحتوي على مجموعتين من مجموعات بنقول الكحولية الأولية زرة الكربينول تحتوي على زرتين هيدروجين زرة الكربينول المتصلة بمجموعة الأو إتش إذن لما حيتأكسد؟ حيتأكسد هنا كل مجموعة حتتأكسد إلى ألدهيد ثم إلى حمد طبعا أنا ما بقفش عن الألدهيد على طول يتأكسد ويديني حمد يطر الحمد اللي حيندج حيكون حمد إيه؟ حيكون حمد الأجزاليك حمد الأجزاليك حمد سنائي القاعدية يحتوي على مجموعتين كربوكسايل عدد زرات الكربون فيه تساوي عدد مجموعة الكربوكسايل إذن الناتج النهائي لهذا التفاعل حيكون حمد الأجزاليك أوعى تنسى إن حمد الأجزاليك ده إن أنا في الباب الأول جبت منه أجزالات حديد 2 إلا أنا لما بسخنها بمعزل عن الهواء تديني أكسيد حديد 2 طبعا هنا بنربط ما بين العضوية وما بين الأبواب وإن شاء الله معظم الأسئلة دي مجمعينها وحنقولها المعظم الطلاب بطالة أحسنت أصفاء نشوف برضو بعض الأسئلة اللي جالنا على واتساب كده مع مستر هاني الزهار في أحد طلبوا بعد سؤال يقول لي كيفية الحصول على الأسيتون من واحد بروما نوني كيفية الحصول على الأسيتون من واحد بروما نوني مظهور سؤال جميل الأسيتون كيتون والكيتون لست قيل في السؤال اللي قبل كده لا يأتي إلا من كحول سنوي وهنا المطلوب كانت تحصل الأسيتون من كحول الأولي مش كحول سنوي وبالتالي أول خطوة أنه أنا عايز أحاول كحول الأولي لكحول سنوي عايزة أني اللي لقوه إتش منه على الكربون رقم واحد فأنا إيه على الكربون رقم اتنين دايماً بقولها للطلبة بتاعتي كده شيل مية وحط مية بالبلد دي كده شيل مية وحط مية يعني إيه؟ إتش توقس أوفور في مية وثمانين درجة لما انسح مية هابني رطة باي يبقى رجعته تاني إيه؟ الكين لما رجع لي الكين يبقى أنا كده عندي مركب اسمه بروبين فالربطة الصنائية هنا يقيم كده كده على واحد لأن هي لو موجودة الطرف ده أو الطرف ده هتبقى على واحد هابدأ أضيف مية بقى تاني يعني أنا نزعت مية آه عشان أعمل الكين طب ضيفت مية هضيفها برضو في وجود إتش توقس أوفور بس في 110 درجة لما ضيفت 110 درجة هكسر الربطة أطبق قاعدة ماركونيكوف قاعدة ماركونيكوف عند إضافة مركب غير متماثل إلى الكين غير متماثل فإن الشق الموجب اللي وهي هنا يمثل زرة الهايدروجين يتجه إلى زرة الكربون الأغنى بالهايدروجين بينما الشق السالب هيتجه إلى زرة الكربون اللي هي الأفقر بالتالي هيروح اللي هو إتش على الكربون رقم اثنين ويبقى أنا حولت الكحول الأولي إلى كحول سنوي من خلال نزع مية 180 ثم إضافتها في 110 في وجود إتش توقس أوفور خلاص كده الكحول بقى مؤهل إنه هو مجرد بيتأكسب بك إم إنه قفور في وطن حاميدي إتش توقس أوفور يتحول إلى كيتون وهو الأسيتون اللي اسمه بالأيوباك بروبانون والإسم شائع تاني غالي الأسيتون كيتون سنائي المسائل يبقى حصلنا على الأسيتون من الواحد بروبانون جميل مستر هاني فيه برضو أحد الأسئلة اللي جاءالي هنا نشوفه الإجابة بتاعتها مع مستر محمد صابر السؤال بيقول كيف تميز عمليا بين كل من كحول أولي وكحول سنوي تمام السؤال ده يعني ما بيعديش علينا كتير وخصوصا أن الطلبة دايما بتميز ما بين كحول أولي وكحول سنوي أو كحول سنوي وكحول سنوي بيعتبر أن الأولي والسنوي بيتأكسد أما السنوي ما بيتأكسدش يعني بيتغير لون العوامل المؤكسدة في حالة الكحول الأولي والسنوي يعني مثلا الأولي كحول الأولي والسنوي يقدر يزيل لونبر من جنات البوتاسيوم والمحمد وحمد الكابراتيك أو يقدر غير لون محمد سنوي كورومات البوتاسيوم من اللون البرتقان اللون الأخضر أما بالنسبة للكحول الثالثي ما بيقدرش يغير الألون دي طب دلوقتي السؤال بتاعنا جاي بيسأل إزاي يميز ما بين كحول أولي وسنوي مع العلم أن الاتنين بيغيروا في لون العوامل المؤكسدة يعني الاتنين بيزيلوا لون برمنجات البوتاس ومحمدة قال لي طب ما تنجل نشوف التفاعلات بتاعتهم احنا معنا قاعدة أن الكحول الأولي لما بيتأكسد بيتأكسد على خطوتين الخطوة الأولى بيطلع الضهيد الخطوة الثانية بيطلع حمد الكاربوكسيلي أما الكحول الثانوي لما بيتأكسد بيطلع كيتون يبقى إزا الكحول الأولي لما بيتأكسد أكسد أكسدة تم بيطلع حمد الكاربوكسيلي أما الثاني بيطلع كيتون طب يبقى أنا ممكن أعمل الأكسدة وبعد كده أضيف مادة هي اللي نكشف فيها عن الحمد الكاربوكسيلي أو عن الكيتون فنقدر نضيف مثلا عباد الشمس لونه بيحمر في الوسط الحامضي وبالتالي مع الكحول الأولي لما أعمل أكسادة وضيف عباد الشمس يحمر أما مع الكحول السنوي لما أعمل أكسادة وضيف عباد الشمس اللي يحدث تغير في لون عباد الشمس وبالتالي بقدرنا نميز ما بين الكحول الأولي وكحول السنوي جامل جداً بسر محمد زي ما طالب تاعتنا شايفين طبعاً تليفون على تليفون إدارة البرنامج على الشاشة أي حد من الطالب اللي بتشاهدنا دلوقتي عنده أي سؤال من أي نوع ممكن يبعطوننا على الواتسة بنبدأ نوجهه لأسازتنا الأفضل اللي معنا في الستوديو بنرجع نكمل مع بعض وننتقل لبيت جينومبر سيفن مع الأستاذة صفوان قد رغمنا السؤال رقم بنقول هنا 11 بيقول لي أي من الاختيارات الآتية تعبر عن مشاهدات صحيحة لإضافة أنا حضيف كلوريد حديد 3 محلوله مع كل من محلي الهايدروكسيد والسوديوم والفينول والإيسانول وسيوسيانات الأمونيوم التفاعل ده هنا تجربة تمييز تجربة تمييز يعني لازم حاجة أشوفها بعيني يا إما راصب يا إما لون يا إما غاز بيتصاعد يا إما اللون بيزول لازم تجربة تمييز تكون كده طيب أنا هنا بضيف على كل من المركبات الآتية لو ضفت هنا كلوريد حديد 3 محلوله على محلول هيدروكسيد السوديوم وغداها في الباب الأول وغداها في الباب الثاني بيكون عندي هنا على طول راصب بني محمر من هيدروكسيد حديد 3 إذن ده أول حاجة بالنسبة لهايدروكسيد السوديوم مع كلوريد حديد 3 لو أنا ضفت على الفينول دي طبعا من أهم تجربة تمييز للفينول هتديني إيه على طول هتديني لون بنفسيجي وليس راصب هيديني مع الفينول لون بنفسيجي لو مع الإيسانول لا يحدث تفاعل بينما عندي مع صيوسيانات الأمونيوم طبعا واخدنا في الباب الثالث في قاعدة لوشة اليه لما كنا بنقول أصر التركيز على صورة التفاعل كيميائي طبعا متزن بينطب عندي هنا أو بيكون راصب أحمر هنا دموي اللون أحمر دموي اللي هو من صيوسيانات حديث طبعا عندي 3 إذن الاختيار هنا مع هيدروكسيد السوديوم هيديني راصب بني محمر مع الفينول هيديني لون بنفسيجي مع الإيسانول لا يحدث تفاعل مع صيوسيانات الأمونيوم هيديني اللي هو محلول أحمر دموي إذن الاختيار الصحيح هيكون الاختيار رقم دال في سؤال رقم 12 بنقول هنا عدد المتشاكلات الجزيئية المتشاكلات الجزيئية للصيقة سيفور والإتش عشر أو طبعا هنا عندي الكحولية هحط خط تحت الكحولية يعني مش براحتي ما تجيبش متشاكلات براحتك أنا عايزة إلف الكحولية فقط يعني يكون معي مجموعة الأو إتش مجموعة الأو إتش لو أنا معي أربع زرات كربون وضعتهم كسلسلة مفتوحة هيكون أول حاجة هعملها أفكر فيها أضع مجموعة الأو إتش في زرات الكربون الأولى فهنا هيبقى الكحول الناتج عندي هيبقى واحد بيوتانول وطبعا هيكون أولي طب هعمل إيه في الأيزوماريزم التاني حنقل مجموعة الأو إتش لزرات الكربون التانية وبالتالي هيكون عندي هنا كحول هيكون اتنين بيوتانول عشان الأو إتش في زرات الكربون التانية اتنين بيوتانول وحيكون طبعا سانوي لأن زرات الكربينول هنا بتحتوي على زرات هيدروجين واحدة هعمل إيه كمان؟ حاجة أجيب أحطي ثلاث زرات كربون وهعمل تفرع هعمل مجموعة الميسايل في زرات الكربون التانية كتفرع وحضع مجموعة الأو إتش برضو في زرات الكربون التانية فهينتج عندي كحول سالسي وحيكون الكحول الناتج عندي اتنين هنا ميسايل اتنين بروبانول سالسي طفيسي وكمان طبعا إننا أعمل إيه؟ حضع التفرع في زرات الكربون التانية اللي هي مجموعة الميسايل بس حضع مجموعة الهايدروكسايل في زرات الكربون الأولى فهينتج عندي كحول رابع الكحول ده هيكون اتنين ميسايل واحد بروبانول وحيكون أولي إذن أنا طلعت اتنين أولي وطلعت واحد سنوي واحد ثالثي إذن معي أربع متشاكلات أي زمارات للصيغة C4 H10O إذن الإجابة الصحيحة هتكون رقم جيم بالنسبة لنا ننتقل لبيت جيرومبر 8 مع مستر هاني الزهار سؤال 13 فيما يتعلق بالمركب المقابل جميع العبارات الآتية صحيحة عادة نبص الأول على المركب كويس نلاقي المركب في حلقة بنزين عليها OH متصلة مباشرة يعني OH فينولية وعليه ميسلين وميسلين ومعهم OH دي OH كحولية ده الفرق بين الاثنين OH اللي موجودين في المركب ده عشان كده نبدأ نقرأ اختيارات واحد واحد أول حاجة مجموعة الهايدروكسايل بي وقلنا عليها هيدروكسايل فينولية هي المسؤولة عن الحامدية طبعا هي المسؤولة عن الحامدية ليه؟ الفينو الحامدي ليه؟ الفينو الحامدي لأن حلقة البنزين حلقة ساحبة للإلكترونات لما تسحب الإلكترون زمن على الأو تسيب على الأوكسجن سحنة موجبة موزئية والهايدروكسايل أصلا إيه؟ موجب كده موجب مع موجب الربطة تطول ولا تقسر أكيد هتطول وما تطول تضعف ولما تضعف تفقسر بسهولة فبالتالي دائما وأبدا هنلاقي الفينو من أعلى المركبات بعد الأحمد حامدية فبالتالي المسؤولة عن الصفحة الحامدية في المركب ده هي فعلا الأو إتش اللي موجودة في الوضع بيه به يزيل هذا المركب لون محلول برمينجانات البتاسم المحمدة يبقى لازم يكون بيت أكسج محمد شرح الأكسجة في الحالات الأولية والسنوية باستفاضة فلازم يكون بيت أكسج يبقى هو يكحولي أولي أه سنوي وأنا عندي الأو إتش اللي موجودة في المركب ده اللي فوق اللي في الوضع إيه؟ هي أو إتش من كحول أولي فبالتالي هتأكسج بسهولة فيزيل لون البرمينجانات البنفسيجي المركب يعطي لون بنفسيجي FECL3 لسه من الصفحة شرحة من FECL3 ده أهم تمييز للفينول أنه يعطي لون بنفسيجي طبعا دي موجودة معنا إذن الإجابة دال المركب لا يتفاعل مع الأحماض الهلوجينية لا المركب بيتفاعل مع الأحماض الهلوجينية من خلال الو إتش من خلال الو إتش الكحولية اللي موجودة في الوضع إيه فوق إذن الجملة دي بدايتها كده خطأ آه ولكنه يتفاعل مع النو إتش آه يتفاعل مع النو إتش ولكن بداية الجملة نفسها خطأ وبالتالي العبارات كلها صحيحة مع عدى العبارة دي فبالتالي دال هي الإجابة الصحيحة سؤال 14 مركب صيغته كما بالشكل برضو صيغة قدامي لازم أركز في الشكل اللي قدامي أي العبارات الآتية صحيحة صيغته الجزائية تجي نعد كربون الحلقة الوحدها ستة كربون في مجموعة فورمايل تحت فيها كربون وفي واحدة سي دابل بوند او ادي تمانية وفي سي اتش اي سي ادي تسعة يبقى أنا هاختار حاجة فيها سي تسعة والاتش هات هعدها هلاقي تمانية اتش في تلاتة على الحلقة ما استبدلوش وفي واحدة في مجموعة الفورمايل وفي واحدة في الو اتش وفي تلاتة على مجموعة المصائل بالتلالي مجموحهم تمانية لاختار كده نحصر بين ألف وباقة صيغته الجزائية بقت سي تسعة اتش ثمانية او سري ويحتوي على هل يحتوي على اربع مجموعة وظيفية ولا تلات مجموعة وظيفية في منهجنا وفي كتابنا تلات مجموعة وظيفية اللي حي مجموعة الكربونيل سي دابل بوند او مجموعة الهايدروكسايل او اتش وظيفية ولكن احنا في منهجنا ما درسناش مجموعة الميسايل مجموعة وظيفية فبالتالي الاختيار حسب دراستنا وحسب كتابنا هيقول ان باق هي الاجابة الصحيحة صيغته الجزائية سي تسعة اتش تمانية او سري ويحتوي على تلات مجموعات وظيفية نحسن انت مستر ياني ننتقل لبيتجي نمبر نين مع مستر محمد صاحب فضلا مستر سؤال خمستاشر بيقول لديك تلات مركبات مختلفة يحتوي المركب ايه على ايون او اتش سالب خلي بالنا من كلمة ويحتوي على ايون دي قوي عشان خطر واضح ان ال او اتش هنا متأينة بينما يحتوي كل من المركبين بي وسي على مجموعة او اتش باذا مجموعات ماسكة في الجزئ مش متأينة يعني انا ايه الفرق ما بين متأين ولا لا نتكلم بس ثانية واحدة عن الكحولات فالكحولات مثلا تأثيرها ايه على العباد الشمس تأثيرها متعادة ومع ذلك عندها حمضية ضعيفة وده بسبب الفرق في السالباء القرابية ما بين الاكسوجين والهيدروجين يبقى عندها حمضية ضعيفة ومع ذلك تأثيرها على العباد الشمس حمضية كل ده واحنا مش واخدين بقى انه فيه مجموعة او اتش ومجموعة الو اتش دي هي مجموعة الهيدروكسايل اللي المفروض اصلا القلويات اللي بتزرع عباد الشمس بتتفكك او تتأم في الماء وتعطي ايونات الهيدروكسيد ده السالبة تبليل الكحولات مش قلوية عشان خاطر مجموعة الو اتش غير متأينة يبقى الو اتش في الكحولات وفي الفينولات غير متأينة اما في القلويات بتبقى متأينة يبقى اذا لما يقولي المركب ايه في مجموعة الو اتش سالبة متأينة او فيه ايون او اتش سالب يبقى على طول ده نستبعد الفينول وليسانول ويبقى الاجابة الصحيحة عندنا هتبقى على طول رقم جيم عشان ده هيدروكسيد السوديوم لأنه ده اللي بيحتوى على آيونات الهيدروكسيد السلبة وبالمناسبة النطق بتاعها بيتقال هيدروكسيد ولا هيدروكسايل خلي بالنا عشان هي هيدروكسيد في المركب الآيوني إنما هيدروكسايل في المركب التساهمي وبما إن هيدروكسيد السوديوم آيوني بناقول هيدروكسيد ده إنما في الكحلات والفنولات مركبات فيها رواب التساهمية في نقول مجموعات الهيدروكسايل وتبع الإجابة معنا هنا رقم جيم لو أنا أكملت بقيت السؤال بيقولي المركب إيه موصل جيد للقهربة تمامي بعدها هيدروكسيد الصوديوم فعلا قلو بيوصل إلكتروليت قوي كمان بينما المركب بيتفاعل مع حمد الهيدروكوليك فعلا الكحولات بتتفاعل مع الأحماض الهيلوجينية أو مع هلدات الهيدروجين وينطلع ودي تفاعلات خاصة بالأو إتش بتاعة الكحول بتخرج الأو إتش وتدخل الهاليد أو تدخل زرية الهيلوجين وبالتالي ده ينفع مع الكحول المركب سيلي يتفاعل مع الهيدش سييل فعلا تمام لأنه زي ممسر هاني لسا إلينا دلوقتي أنه بتأثر طول الرفضة ما بين الأو حلقة البنزين في الفينول وبالتالي يصعب خروج مجموعة الهيدروكسايل من الفينول وبالتالي يبقى الإجابة صحيحة عندنا رقم جيم زي ما اتفاعلنا بالنسبة لسؤال 16 بقول لما تأثير المحلول الماء الناتج من تفاعل إيه مع سي الإيه قلنا هيدروكسيد الصوديوم مع السي اللي هو الفينول تأثيره ايه على عباد الشبس؟ طبعا هيدروكسيد الصوديوم لو احنا فاكرين ودي مقارنة مهمة جدا أنا عايز الطلبة تخلي بالها جدا من المقارنة ما بين الكحولات وما بين الفينولات عشان خاطر بيجي عليها لعب كتير جدا يعني عندنا مثلا هيدروكسيد الصوديوم ده يقدر يفاعل مع الفينول ما يتفاعلش مع البي لأن هيدروكسيد الصوديوم لأن الإيسانول مش حمض علشان خاطر ما يتفاعلش مع القراءة يتفاعل مع الفينولات النشطة أما الفينول ده حمض الكاربوليك يقدر يفعل مع الفلزات النشطة ومع هيدروكسيد الفلز فيطلع هنا فينات الصوديوم فينات الصوديوم اللي هي حلقة بنزينو عليها O, N, A ديت عايزين نعرف تأثيره ايه على عباد الشمس يبقى هروح على الباب الثالث وراح اتكلم عن التميؤ هي مشتقة من حمض قوي وقعدة قوية ولا الاتنين ضعاف ولا مين القوي فيهم الحمض ولا القلوي هللاحظين هي مشتقة من الفينول اللي احنا بنقول عليه حمض الكاربوليك وحمض الكاربوليك ده حمض ضعيف وبالتالي يبقى الحمض ضعيف أما الصوديوم جاي من هيدروكسيد الصوديوم اللي هو قعدة قوية وبالتالي تبقى مشتقة من قعدة قوية وحمض ضعيف يبقى التأثير قاعدي والبي اتش اكبر من السبعة وبالتالي زرق وراكة عباد الشمس يبقى الاختار الصحيح لإجابة رقم 3 سؤال رقم 17 التحلل المائي طبعا عندي هنا القاعدي للمركب المقابل ياضي حبصها على المركب اللي عندي حلقية طبعا حلقة بنزين متصلة باثنين من الهالوجين أكيد أنا حعمل لها عملية التحلل المائي القلوي أكيد حعمل عملية استبدال حستبدال الهالوجين بمجموعتين من مجموعة الهايدروكسيد حيكون عندي مركب يحتوي على مجموعتين من مجموعة الهايدروكسيد اللي هي طبعا في مكان زرة الكربون الأولى والتانية يعني حيكون عندي واحد واثنين سنائي هيدروكسي بنزين اللي هو بالنسبة لي هيعتبر ايه؟ هيعتبر طبعا مركب الكاتيكول بينما لو انا كنت هاختار ان انا اعمل تحلل لواحد بس مجموعة او اتش واحدة طبعا اكيد كان هيبقى معايا هنا بالسيء الاخرى اذا الاجابة هل هتكون البيرو جلول؟ لا طبعا لان البيرو جلول عبارة عن ثلاث مجموعات من مجموعات الهايدروكسايل واحد واثنين وثلاثة سلاسي هيدروكسي طبعا بنزين انما الطلوين كلنا عارفين حلقة بنزين وعليها مجموعة ميسايل اذا الاجابة الصحيحة بما ان انا استبدلت اتنين الهالوجين بمجموعتين من مجموعة الهايدروكسايل هيكون عندي واحد واثنين سنائي هيدروكسي بنزين اللي هو الكاتيكول الاجابة رقم به سؤال رقم 18 اين مما يلي يعتبر هاليد القيل اولي؟ حط خط تحت اولي اولي احنا بنقول ايه؟ طالما بتكلمني على هاليد يبقى زرة هنا الكربون المتصلة بالهالوجين تحتوي على بنقول زرتين من الهايدروجين عيني على كل المركبات اللي قدامي تعالى الالف فين الهالوجين؟ الهالوجين متصل بزرة كربون تحتوي على زرة هيدروجين واحدة يبقى ده هاليد سانوي رقم به حابوسي لاقي ان زرة الكربون متصلة بهاليد عنده هنا بنقول الكربون عنده واحدة هيدروجين يبقى سانوي رقم جين عندي الهاليد متصل بزرة كربون تحتوي على زرتين هيدروجين إذن هنا الهاليد أولي بينما رقم دال حلائي زرة الكربون لا تحتوي على أي زرة هيدروجين إذن الهاليد ده ثالثي وهو سألني في رأس السؤال عشان كده دايما أقولك أكد على رأس السؤال جواء الإجابة حلائي إن الإجابة صحيحة رقم هنا جيم زرة الكربون المتصلة مع الهالوجين متصلة مع اثنين من الهيدروجين إذن الهاليد هنا هاليد أولي في رقم جيم جميل جدا أصلاس فوق ننتقل لبيجي نومبر 11 مع مستر هان الزهار قد 19 تكلم على رسمة أداني درجات غليات مختلفة لكحلات مختلفة وعايز يقارن بين درجة غليانهم درجة الغليان بتوقف على حقية مهمين جدا عدد مجموعات الهيدروجسايل بالتالي عدد الرابط الهيدروجينية اللي هي بتعملها ولو تساوت عدد مجموعات الهيدروجسايل وعدد الرابط الهيدروجينية فبللجأ لي الكتلة من كتلته أداء فبالتالي هم دول العاملين المهمين جدا في حساب درجة غليان الكحلات بالتالي أنا شايف أن C مثلا في الرسمة هي أعلى درجة غليان موجودة طب أنا أقدمي خمس حاجات بيقارن بينهم سوربيتول وجلسرول وإسالينجلايكل وإسانول وميسانول فالمفروض أن أعلى حد فيه في عدد مجموعات هيدروجسايل هو السوربيتول لأن السوربيتول هو اللي فيه 6OH فبالتالي أعلى درجة غليان في الخمس مركبات دول هو السوربيتول إذن المفروض أن C يبقى سوربيتول وده بيتحقق في الإجابة دالت بالتالي نشوف بقى قلب نشوف A وB وC A هو اللي وراه على طول بعد C هو فعلا الجلسرول اللي عنده ثلاث مجموعات هيدروجسايل نشوف اللي وراه في الرسمة ال-E ال-E هي إسالينجلايكل عشان عندهم مجموعات هيدروجسايل وبالتالي ربطتين هيدروجينيتين فبقى هو التالت بعد كده هو القصة كلها بين ال-D وال-B دلوقتي الإسانول والميسانول كلاهما فيهم OH واحدة يعني الاتنين هيعملوا ربطة هيدروجينية واحدة ولكن هنا ناقسها بالكتلة اللي كتلته أتقل هو اللي درجة غليانه أعلى وبالتالي المفروض أن الإسانول C2H5OH كتلته أعلى من ال-CH3OH وبالتالي الإسانول هتكون كتلته الأعلى فيمثل هو ال-D ويمثل ال-B ال-B-S عشان كده الاختيار الصحيح هيكون الاختيار دا أحسن تمسر رياني ننتقل لـ BG number 12 مع مستر محمد صور سؤال معنا رقم 20 واللي التسمية بالأيوباك للمركب المقابل هي طبعا التسمية الأيوباك لازم نخلي بنا أن احنا بنسمي حسب أطول سلسلة كربونية وهنا نشوف العيلة دي هات عيلة إيه يلاقي هنا مجموعة هيدروكسايل موجودة في المركب يبقى أنا بسمي كحول قاعدة لازم مجموعة الهيدروكسايل في الكحولات وأنا بسمي أو أنا برقم السلسلة تأخذ الرقم الأقل عشان كده إحنا لما نسمي نسمي نبدأ من الشمال تبقى ال-CH3H اللي في الشمال رقم واحد وبعدها رقم ادنين السيل اللي وقفة لوحدها الربطة بال-OH هتبقى رقم ثلاثة تبقى السلسلة كده خلصت لأ لو نزلت على تحت هتبقى فيه زر الكربون واحدة لو طلعت على فوق ألاقي أربع زرات كربون يبقى أطول سلسلة هتبقى الثلاثة كربون اللي أفقيين والأربع اللي مختزلين في كلمة C4H9 يبقى أطول سلسلة كربونية السبعة يبقى أنا هيبقى معايا هبت تمام زرات مجموعة الهيدروكسايل موجودة على كربون رقم ثلاثة فهنقول ثلاثة ميسايل عشان فيه معايا فرع هنا ميسايل تحت على نفس زرات الكربون اللي على الأو إتش يبقى هنقول ثلاثة ميسايل وثلاثة عشان الأو إتش على رقم ثلاثة هنقول ثلاثة وهبت ونول خلي بالنا عشان خاطر في تسمية الأيوباك فيه قاعدة صغيرة كده ممكن ناخدها بالنسبة لعائلات إنك حل بقول ألكان وولامي يبقى ألكانول إنما في الأحماض الكربوكسلية بقول ويك ألكان ويك في القلديدات بقول ألكان آل والكيتونات بقول ألكان أون يبقى هنا في مقاطع صغيرة نقدر نسمي بها أربع لاب بسرعة يبقى الإجابة الصحيحة هنا رقم جيم بالنسبة لسؤال رقم واحد وعشرين برضو بقول لي ما تسمية الأيوباك المركب المقابل هنسمي برضو ونرقم بحيث إن الأو إتش تاخد الرقم الآل ألاقي على رقم اتنين لما رقم من الشمال يبقى الأو إتش على زرات الكربون رقم اتنين كمل ترقيم يبقى تلاقي تربعة خمسة ستة سبعة وزرات الكربون رقم ستة عليها زراتين بروم يبقى أنا عندي ستة وستة سنائي برومو ستة وستة سنائي برومو وعلى رقم اتنين في الأو إتش يبقى هيبقى نقول اتنين وأطول سلسلة هبت يبقى هبت تانو اللام خلي باننا عشان فيه تاختي فالس لا يبقى إحلنا نختار بتاعنا رقم ألي أحسن أستاذ محمد ننتقل لي بيجي نومبر سيرتين مع الوصد صفواء السؤال طبعا عندي هنا بيقول لي عند تفاعل الجلسرول وطبعا هو قحل سلاسي الهايدروكسايل مع المادة سين هنا أنا بعمل عملية نايترة للجلسرول هنا أثناء وجود حمد الكابريتيك المركز طبعا هنا لنزع جزيء المياه ومنع طبعا أكيد التفاعل طبعا أكيد العكسي نتجة المادة طبعا عندي هنا صار أكيد حينتج سلاسي نايترو جلسرول سلاسي نايترو جلسرول احنا لسا كنا متكلمين عليه مادة بتوسع شرعين القلب طبعا أثناء الأزمات القلبية وفي نفس الوقت هي مادة مفجرة ثم لما بفاعل البنزين مع هنا المادة سين اللي هو مع حمد النيتريك إذا أنا هعمل نايترة عندي هنا للبنزين فهينتج عندي أكيد النيترو بنزين طبعا اللي هو المركب اللي هيكون عندي طبعا درجة حرارة 50 وهنا بينتج المركب هنا عين طبعا هينتج عندي النيترو بنزين لما بعمل عملية هالجنة للنيترو طبعا بنزين أكيد أنا هتتبع المواقع المواقع أنا عندي مواقع بعض المجموعات بتوجه للمواقع اللي هي أرسو وبارا زي مجموعة طبعا عندي هنا الألقيل مجموعات الهايدروكسيل مجموعات الأمينو وطبعا عندي هنا الهالوجين بينما عندي مجموعات بتوجه طبعا هنا للوضع ميتة زي مجموعات الكاربوكسيل مجموعات الكيتون مجموعات الألدهيد ومجموعات النيترو أنا أكيد طبعا عندي النيترو هتوجه طبعا للوضع ميتة إذن طبعاً لهذا السؤال حيكون الاختيار الصح حيكون المادة سين حتكون هي حمد النيتري المادة طبعاً عندي هنا صاد حيكون سلاسي نايترو جليسرين المادة عين حيكون النيترو بنزين لما بعمله عملية طبعاً أكيد النيترة حينامي عملية الهالجنة حينتج المركب لام اللي هو ميتا كلورو نايترو بنزين إذن الإجابة رقم جيم هي الإجابة الصحيحة بنيجي نشوف السؤال اللي بعده الألكين الوحيد الذي يعطي عندها هيدرته طبعاً هنا كحول أولي طبعاً أنا عارفة إن الإسين الوحيد اللي حيديني هنا كحول أولي لأن أنا عندي كل ألكين بيعطي الكحول هنا المقابل لي فالوحيد اللي حيديني كحول أولي في هذه الألكينات حيكون طبعاً عندي هنا الإسين لو جيناتكلمنا على كل واحد فيهم ممكن هنا عندي البروبين حيديني طبعاً كحول سنوي عندي هنا البيوتين ممكن يديني طبعا هنا كحول طبعا أكيد سانوي عندي هنا اتنين ميسايل اتنين بيوتين حديني كحول السالسي إذن الاختيار رقم ألف هو الاختيار الصحيح ننتقل لبيج نومبر 14 نعم سترهان الزهار 24 للحصول على مركب له المجموعة الوظفية بي يتم أكسادة كحول طب هو مديني A و B و C ثلاثة مركبات عضوية مديني الأولاني إسير واللي في النصف كيتون ومديني ألدهيد المفروض أن أنا محتاجة أحصل على مركب B مركب ده كيتون والكيتون يأتي من أكسادة كحولات السا نوية يبقى الإجابة باق قد يأتي السؤال 24 سؤال 25 عند إضافة السوديوم للمركب أو المركب له المجموعة الوظفية ايه؟ هو بيرجعني تاني للسؤال 24 المجموعة اللي في ايه؟ الايه؟ المفروض أنه هو إسير والإسير لا يتفاعل مع السوديوم أول ما خدنا خلط المشابهة الجزائية كان فيه مشابهة بين الكحول الإسيري وبين الإسير سناء المسايل وكان الاختلاف اللي بينهم تنيايا أن الكحول الإسيري بيتفاعل مع السوديوم والإسارات لا تتفاعل مع السوديوم إذن أنا لو عايز أضيف سوديوم للمركب إيه؟ لا يحدث تفاعل يبقى الإجابة دائما أحسن أنت مستر ياني ننتقل اللي بيجو نمبر 15 أنت زي لست ون مع مستر محمد صابي ما أنا سؤال ستة عشرين بقول جميع الألكينات بالهيدارة الحفزية تعطيها نحن عارفين طبعا أي ألكين بالهيدارة الحفزية يعني بضيف لهمية بيطلع كحول لو كان الألكين ده إسيلين لسال سيلين دلوقتي نهو بيطلع أولي أي ألكين تاني بيطلع كحول السنوية أو سالسي باختلاف نوع الألكين يبقى إذن هيدارة الألكينات تعطي جميع أنواع الكحولات الأولية والسنوية والسلسية عما هي متفققة في إيه؟ في عدد مجموعات الهيدروكسيل كلهم بيطلع مجموعات أحدية الهيدروكسيل وبالتالي يبقى الإجابة بتاعتنا هي الاختيار رقم دال بيطلع كحولات أحدية الهيدروكسيد يمكن السؤال 27 بول يمكن تحول مجموعة الألضهيد الوظيفية لمجموعة كحولية بعملية طبعا احنا خدنا في آخر درس الأسيتلين خدنا أن لما بعض الهيدرة حفزية الأسيتلين بيطلع مركب سابد كان اسمه الأسيتل دهيد اللي فيه مجموعة الفورمايل أو مجموعة الألضهيد وعملنا في الحتة دي خصوصا تفاعلين عملنا أكساد وطلع حمد أسيتيك عملنا اختزال وطلع كيتون إذن الإجابة بتاعتنا هنا عملية اختزال خلي بالنا عشان جات قبل كده في أحد الامتحانات كمصطلع علمي كنبوله من المجموعة الوظيفية القابلة للأكسادة والاختزال لو دارنا في المنهج عندنا مشلع لمجموعة الفورمايل اللي مسؤول عن خواص الألضهيدات تمام يبقى الإجابة بتاعتنا اللي اختار رقم دال عملية اختزال أحسن طبعا محمد قبل طبعا ما نختم الحلقة بتاعتنا عايزين نتكلم طبعا باللغة كتاب مدرس على الهواء في المراجعة النهائية في الكمياء يعتبر صدر بالفعل والتوزيع بتاعه حصري من خلال فريق العمل اللي موجود معناه في البرنامج وأفضل نتكلم على الكتاب طبعا هم مؤلفي الكتاب ناخد كلمة سريعة كلمة الأساساتنا نخضر لمعناه في الستوديو أستاذ صفاء طبعا أنا بنصح كل طلابي طبعا هنا بكتاب مدرس على الهواء في الكمياء الكتاب طبعا بيشمل إيه؟ بيشمل طبعا كل أسئلة المنهج على النظام الحديث بيشمل أسئلة بنك المعرفة بيشمل كمان أسئلة بنك الأسئلة وكمان جميع الأسئلة الوردة في جميع الأنظمة الحديثة الكتاب طبعا هنا بيشمل مجموعة من الأسئلة اللي بتعتمد على الفهم والتحليل ونواتج التعلم وهو ده أسلوب الحديث طبعا في وضع الامتحانات الكل طبعا الكتاب مأسيمين وعلى هيئة مجموعة من البوكلتات كل بوكلت بيحتوي على 30 سؤال لكل باب فهنا بنلاقي الباب الواحد فيه مثلا حوالي أكتر من 9 أو 10 بوكلتات إذن هتعرض لجميع أنواع الأسئلة بجميع أشكالها وهنا طبعا الطالب حيبقى تدرب تدريب جيد جدا على جميع أنواع الأسئلة فتمنى أن جميع طلابنا يحتوي ويقتنوا هذا الكتاب مع مساعدة جميع فريق العمل الكتاب بأي معلي مجموعة من المدرسي من أفضل المدرسين اللي وضعوا جميع خبراتهم للسنين كلها داخل هذا الكتاب أتمنى أن إحنا نكون نفيدنا جميع طلابنا وأي أسئلة أو أي استفسار مع التواصل مع إدارة البرنامج أو معنا إحنا تحت أمر أي طالب في جمهورية مصر العربية جميعا شكرا أستاذ صفاء مستر هاني زفار أولا بتمنى التوفيق للجميع بإذن الله في المرحلة اللي جاية اللي أهم مرحلة عندك في السنة ومرحلة التجميع وعشان كده إحنا جمعنا لك أهم الأفكار اللي ممكن طبعا إحنا بنعرض على الهوى ونعرض في وقت صغير بنحاول بنعرض بعض الأفكار لكن إحنا ما تدرش نقدم لك كل حاجة في الحلقة فعشان كده حاولنا نقدمها وابتهادنا جدا أن إحنا نقدمها في كتاب مدرس على الهوى اللي هيبقى خير دليل للطالب في الفترة اللي جاي على إنه يجمع أكبر عدد من الأفكار ويبقى مرجع بالنسبة له كويس جداً ويدخل الامتحان جاهز وبإذن الله وما توفيقي إلا بالله ونتمنى لكم جميعاً التوفيق شكراً مستر ياني مستر محمد صعب بحب أقول كل طلابنا الأعزاء الكتاب فعلاً مبزول فيه مجهود كبير جداً الكتاب يعتبر ثلاثة في واحد لأنه فيه امتحانات على كل باب فيه أسئلة بنك المعرفة فيه أسئلة دليل التقويم بتاع التونس 17 وده أعطابها كان دليل تكون قوي جداً بدل ما أنا راح أشير كتاب دليل التقويم لوحده مثلاً في مادة أو بيكلم عن أسلوب معين لا إحنا جبنا أسئلة بأسئلة كتير جداً الحاجة الثانية حرصنا فيه إن إحنا يكون بنتكلم عن الأسئلة اللي بتربط بالفهم مبين الأبواب ودي جزئية مهمة جداً جداً في السنوية الموضوع مش إن أنا هفتح الكتاب وطلع منه معلومة الموضوع إن أنا ممكن أبقى السؤال بتكلم في باب والمفوض حله في باب تاني فإحنا قعدنا ودورنا وحطينا أسئلة كتير بتربط ما بين المنهج وما بين جزئيات المختلفة كلها تطبيقات بالفهم حقيقي لو أنت حليت العشر نماذج اللي موجودين على كل باب أو أكتر من كده هيكفيك إن شاء الله بإذن الله إن إنت تتحصل على أفكار كتير جداً سنين إحنا بعيدنا جداً عن الأسئلة المتكلفة اللي هي حصل فيها قلق كتير أو إن إحنا مش فاهمينه والسؤال عايز يقول في إيه الأسئلة الصعبة زيادة عن اللزوم إحنا عارفين الطالب اللي محتاجه الطالب حطينا كل إحتياجات الطالب الحمد لله فقال بالكتاب وننسح كل طلابنا به وربنا وفقكم إن شاء الله وكل عموانتم بخير شكراً مستر محمد طبعاً مضم بسيطة للصوت الأساسة اللي معايا في الستوديو الكتاب دلوقتي يعتبر قريدي متاح والتوزيح حصري من خلال فريق العمل وقبل ما نختم الحلقة بتاعتنا طبعاً بنشكر مستر أحمد الحسيني معنا في الكتاب وفي البرنامج ومستر محمود جلال ومستر ماهر زويل على أجهدهم في الكتاب طبعاً هم مش معنا في الحلقة بتاعتنا النهاردة بسي إن شاء الله هم معنا في الحلقات القادمة شكراً لكم وتمنى تلقى بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا العزائي شكراً اشتركوا في القناة